شباب اليوم سنتحدث بشكل مختصر بإذن الله عن أهمية الأزمنة وهي الخطوة التالية في صارطة الطريق التي وضعناها في هذه الأغناء اتفقنا منذ عدة أسابيع على وضع خطة أو صارطة وهي الخطة التي من خلالها بإذن الله سنركز فيها على دراسة اللغة الإجليزية بشكل علمي ودون بيع الأوهام كما يقال تعلم الإنجليزية في أسبوع لا نحن تحدثنا في فيديو سابق عن أهمية ربط سلسلة الثلاثة ألف كلمة وهي الخطوة الأولى في هذه الخارطة أو في هذه الخطة واليوم سنتحدث عن أهمية الأزمنة وما هي الأزمنة بالتأكيد التي لازم تركز عليها في نفس الوقت الذي تحفظ فيه المفردات أو سلسلة الثلاثة ألف كلمة ستركز أيضا على دراسة الأزمنة أو سنركز فيها في هذه الخارطة في هذه الخطة التي سننضي بها سويا بإذن الله الخطوة التالية في خطة خارطة الطريق على وهي الأزمنة في اللغة الإنجليزية كم لدينا من الأزمنة يوجد في اللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالأزمنة إثنى عشرة زمنا أولا الأزمنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام تسم الماضي والحاضر والمستقبل الماضي والحاضر والمستقبل وجميع هذه الأقسام الثلاثة التي هي الماضي والحاضر المستقبل كل واحد منها يتفرأ أو ينقسم إلى أربعة أقسام المضارع أربعة أقسام الماضي أربعة أقسام والمستقبل أربعة أقسام لو رأينا هذه الشريحة الآن على الشاشة سنجد أن زمن المضارع البسيط أو زمن المضارع اللي هو الحاضر ينقسم إلى present simple المضارع البسيط المضارع المستمر المضارع التام المضارع التام المستمر هذه الأربعة الأقسام لزمن الفاضر أما الماضي الماضي البسيط الماضي المستمر الماضي التام الماضي التام المستمر أربعة أقسام المستقبل المستقبل البسيط المستقبل المستمر المستقبل التام المستقبل التام المستمر إذا أردت دراسة اللغة الإنجليزية بشكل صحيح ومرتب هذه هي الأزمنة التي يجب عليك حفظها ودراستها جنبا إلى جنب مع سلسلة الثلاثة آلاف كلمة هذه هي خارطة الطريقة التي وضعناها في هذه القناة وهي الخطة التي بإذن الله تعالى سننضي بها سويا لدراسة اللغة الإجليزية ربعا هذه الأزمنة تحتاج إلى مجهود تحتاج إلى وقت تحتاج إلى تركيز يعني في كثير من الناس يتحدث عن أنا أستطيع أتحدث اللغة الإجليزية لكن لدي مشكلة في تركيب الجمل إذا كانت لديك مشكلة في تركيب الجمل فهذا يعني أنه لديك مشكلة في فهم الأزمنة وبالتالي وبالتالي عود إلى خطة خارطة الطريقة كما نلاحظ في الشاجر إذا أردت دراسة اللغة الإجليزية بشكل صحيح فيجب أن تكون خطواتك في التركيز على هذه الثلاث الخطوات ربعا سلسلة الثلاثة ألاف كلمة ربعا الأزمنة وهي التي تحدثنا عليها الآن وخلال هتين الخطتين تعمل الخطوة الثالثة ألا وهي الممارسة طبعا شباب أنا هنا في هذا البرزنتيشن 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 واحد لكل زمن للاثناشر الزمن طبعا عشان لا أحبش أنا الفيديو للأمانة يكون طويل لأن الأزمنة الأزمنة تحتاج إلى فيديوهات مطولة جدا إذا ذهبتم إذا ذهبتم إلى قناتي هنا ستكتشفون أن أنا شرع زمن المضارع البسيط وهو الزمن الأول في الأزمنة قريبا في أربعين دقيقة أو ثلاثين دقيقة لا أتذكر إذا أردت دراسة والبدء بدراسة الأزمنة بإذ كانك التي تطلع هنا زمن المضارع البسيط إذا أردت التركيز على سلسلة الثلاثة آلاف كلمة تذكر أنه إحنا بدأنا بالعمل عليها هنا ستجدوها في هذه البلايليست وبدأنا حتى الآن وصلنا إلى الجزء الثانث والعشرين من سلسلة الثلاثة آلاف كلمة فسأترك لكم هذا الباور بوينت البريزنتيشن بإذن الله تعالى ولمن أراد أن يتواصل معي فيما يتعلق بخطة حارط الطريق مثلا اللي خابب يحصل على سلسلة الثلاثة آلاف كلمة واللي خابب أيضا يحصل على هذا البريزنتيشن من الأزمنة تواصل معي على العالم الإنجليزية مع عبد الرحمن على تويتر وبإذن الله رح أرسلك الخطة اللي من خلالها هتبدأ العمل إذا كنت تشاهد هذا الفيديو للمرة الأولى على قناتي الهدية اللي أحب أن أذكرك بها أنه لدينا خطة لدراسة اللغة الإنجليزية وشرحنا ما هي هذه الخطة إذا أردت العصول عنها بنفس سلسلة الثلاثة آلاف كلمة وإذا أردت العصول عن هذا البريزنتيشن الخاص بالأزمنة رح أرسلك إياه بإذن الله تعالى الاثنين عشان تبدأ بالعمل عليه بشكل مستقل وبنفس الوقت تتابع معايا في القناة ما سنقوم بإنجازه فيما يتعلق بالمفردات أو فيما يتعلق بالأزمنة وفي الفيديو القادم بإذن الله تعالى رح أتحدث عن الخط الخطوة الثالثة ألا وهي الممارسة كيف تمارس اللغة الإنجليزية أين تمارس اللغة الإنجليزية ما هي الأدوات التي ستستخدمها وما إلى ذلك شكرا للمشاهدة 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 وفعل ما هي brake مهمة وما تحدثmont probability othe brothers لنظر اشتركوا في القناة